موسيقى يواصل المرشحان للرئاسية الامريكية محاولتهم الاخيرة لكسب اصوات الناخبين في الولايات الحاسمة قبل ساعة على موعد الانتخابات كما يراهن ترامب وهاريس على اصوات الناخبين المترددين لتحقيق الفوز في هذا السباق الرئاسي حيث تشير سيطلعات الرأي الى تقارب غير مسبوق بين المرشحة الديمقراطية والمرشحة الجمهورية تقرير لكوثر حمومي تتجه انظار العالمي للولايات المتحدة الامريكية التي تفصلها ساعات فقط عن الانتخابات الرئاسية سباق الامتار الاخيرة المحموم بين هاريس وترامب يزداد تشويقا بتقارب نتائج استطلاعات الرأي التي اظهرت هامشا ضيقا للغاية بين مرشحة الديمقراطيين ومرشح الجمهوريين بحسب مراقبين فان رهان المرشحين معقود على الولايات المتأرجحة التي تعتبر حاسمة في المعركة الانتخابية اضافة الى اصوات الناخبين المترددين التي يحاول ترامب وهاريس استمالتها في الساعات الاخيرة من سباق الرئاسة المرشحان وفي اخر حملاتهم الانتخابية وعدى مناصرهما بالفوز بهذه الانتخابات حيث وعد ترامب من بنسلفانيا بموجة كبيرة من الاصوات لصالحه فيما قالت كامالا هاريس في تجمع انتخابي لها من ميشيغن ان الزخماء يصب في مصلحتها مراهنة في ذلك على القضايا التي وعدت بالدفاع عنها في حال فوزها بمفاتيح البيت الابيض وعلى رأسها الدفاع عن حق الاجهاد ومناصرة الطبقة المتوسطة بينما يعتمد دونالد ترامب في حملته على نقاط قوته في المواضيع الاقتصادية اضافة الى الاراء الايجابية التي راكمها الامريكيون عنه خلال فترته الرئاسية السابقة ويتوقع مراقبون ان يرفض ترامب النتائج في حال خسر السباق امام هاريس كما فعل قبل اربع سنوات حين رفض تسليم السلطة لبيدن مدعيا ان الانتخابات شابتها عملية تزوير واسعة معنا من واشنطن محمد سعيد الوافي العالمي والخبير في الشأن الامريكي مرحبا بك معنا استاذ وافي مرحبا بك استاذ عبدالله وبمشاهديك الكرام اود هذه الليلة ان اتطرق معك الى النظام الانتخابي الامريكي والمعروف بتعقيداته هل لا اوضحنا طبيعة نظام الانتخابي في الولايات المتحدة وايضا ما يانوعه اولا النظام الانتخابي في الولايات المتحدة يعتمد على النظام غير المباشر فهو بشكل او باخر نظام غير مباشر اي ان الناخب الامريكي يصوت على كتلتين كتلة ما يسمى بالكتلة الديمغرافية وكتلة هي الكتلة الجغرافية ما معنى هذا معنى ذلك ان لكل ولاية تصوت على عضوين في مجلس الشيوخ وعدد الاعضاء التي لديها حسب عدد سكانها مثلا كاليفورنيا 40 مليون نسمة لديها 53 عضوا في مجلس النواب المجموع يعطيها 55 عضو في المجمع الانتخابي اذا الاباء المؤسسون للولايات المتحدة عملوا على خلق هذا التوازن حتى لا تتغوى الولاية من الولايات الكبرى على باقي الولايات الصغرى لماذا تم اختيار الثلاثاء ليكون ليس فقط الثلاثاء الثلاثاء بعد اول اثنين في شهر نوفمبر في السنة الانتخابية لكي يكون هو يوم الانتخابات وغير محدد بالتاريخ بل باليوم الثلاثاء ما بعد الاثنين لماذا لانه في الماضي في بداية القرن الثامن عشر كان الامريكيون يتوفرون على وسائل تنقل تقيلة بداية لم تكن بتلك القوة القدرة والسرعة فكانوا يعطوا يوم السبت ويوم الأحد زائد يوم اثنين لكي يتنقل الناخبون من الولايات إلى مراكز الاقتراع كذلك هناك المجمع الانتخابي وهو ما أريد أن أشرحه المجمع الانتخابي رقمه هو 538 صوتا إذا قصمناها على النصف تصل إلى 269 إذن لكي يفوز مرشح من المرشحين يجب أن يتوفر على 270 صوتا انتخابيا 538 مقسمة حسب الولايات كما نرى كل ولاية من هذه الولايات لديها عدد من الأصوات الانتخابية حسب حجمها وكذلك زائد عدد عضوين في مجلس الشيوخ العدد هو 538 نضيف عليها أو نجمعها فنقول 435 هو عدد مجلس النواب زائد 100 هو عدد مجلس الشيوخ زائد 3 للعاصمة واشنطن والعاصمة واشنطن لا تتوفر على نواب ولا على شيوخ ولذلك تعطى ثلاثة أصوات في المجمع الانتخابي منذ متى بدأ التجمع الانتخابي بالشكل الذي نراه أمامنا الآن كل ولاية هذه خريطة 2020 عبدالله هذه الخريطة من 2020 نرى كيف أن الحزب الديمقراطي استطاع أن ينتزع بعض الولايات من الحزب الجمهوري بدأت سنة 1787 ثم لماذا بالضبط هذا التجمع الانتخابي لماذا ليست هناك انتخابات عادية أن يصوت الناخب وعدد الأصوات 51% قالوا بأنه لكي لا تتغول الولايات الكبرى مثلا نأخذ ولاية مثل ولاية تكساس عدد النواب فيها هو عدد العضاء فيها هو 38 بمعنى آخر 36 عضوا في مجلس النواب زائد عضوين في مجلس الشيوخ المجموع هو 38 كاليفورنيا كما قلنا 53 في مجلس النواب زائد 2 في مجلس الشيوخ 55 الهدف هو عدم سيطرة حزب ولاية من الولايات على الأغلبية لأن عدد سكان فيها كبير وبالتالي ما يحدث هو أن الولاية الصغرى تفقد أهميتها كولايات كأمريكيين يختارون رئيسهم هذا هو كان الهدف الآن هناك طبعا 27 تعديل دستوري من هذه التعديلات الدستورية من تولى عملية النبش في قضية التجمع الانتخابي وأعطيكم مثال على ذلك 2016 هيلاري كلينتون تفوز بالصوت الشعبي وتخسر الانتخابات قد يقول أي مهتم بيئة ديمقراطية اللاتينية أو المنظومة ما يسمى بأتينا أو الديمقراطية الأتينية قد يقول الشعب اختار بأكثر من 51% هيلاري كلينتون لماذا لا تفوز هنا هناك حماية للأقلية وهذا النوع كذلك موجود في الديمقراطيات الاجتماعية مثل حالة المملكة المغربية والتي تقوم على التعددية الحزبية وبالتالي حتى لو فاز حزب من الأحزاب بأغلبية في مدينة أو في إقليم نرى بأن عدد الأحزاب هو الذي يشكل الحكومة ويجب أن يكون هناك توافق أو ما يسمى بإتلاف في الولايات المتحدة الائتلاف يقوم على هذا الأساس كما نرى عدد الأصوات الانتخابية زائد التوزيع الجغرافي العادل يعطينا انتخابات أمريكية أعطيك في النهاية أعطيك أكبر الولايات من حيث عدد الأصوات الانتخابية كاليفورنيا 55 تيكساس 38 فلوريدا 29 نيويورك 29 بنسلفانيا 20 سوطان انتخابيا وإلينوي 20 سوطان هذه أكبر ولايات لكن في المقابل وهذا هو الخطير في هذه العملية المفاتيح الغائبة وهو أن الولايات الصغرى كثيرة وموجودة في الوسط والوسط الشرقي والجنوب بعبارة أخرى أن الحزب الجمهوري يعتمد عليها دائما على البوادي والفلاحين والمنجميين ويعتمد على تلك الولايات الصغرى لذلك يحقق الفوض في الانتخابات لأنه يعتمد على كثرة الولايات رغم عدد نوابها ورغم عدد أصواتها الانتخابية تستطيع ونعطيك مثال بذلك مثلا إذا لاحظت في الوسط والوسط وإلى الجنوب كل هذه الولايات التي نرى أمامنا عددها يتفاوض بين بين 9 7 أيوات 6 كانساس 6 لويزيانا 8 أوكلهوما 7 مقارنة مع كاليفورنيا 55 ومع تيكساس 38 هذا يعطينا الانطباع بأن هذه الديمقراطية هي ديمقراطية تسلسلية أو متفرعة عبدالله معلومات شاملة ووافية حول نظام الانتخابي الأمريكي لكن أيضا دعني أستثمر وجودك معنا محمد سعيد وفي الأعلام والخبير في الشأن الأمريكي على المستوى الدستوري كيف تتم العملية الانتخابية في الولايات المتحدة قلنا أن هناك لجنتين اللجنة الأولى لجنة فيدرالية وهي التي تصادق على الانتخابات بعد انتهاء اللجان المحلية في كل ولاية ولاية على المصادقة أي ننتظر تلات ساعات هو الفرق ما بين الساحل الشرقي كما نرى هذا الساحل الشرقي وهو الساحل المحيط الأطلسي والساحل الغربي هو الساحل المحيط الهادي الساحل كاليفورنيا حيث توجد كاليفورنيا والولايات الزرقة كلها تقريبا ديمقراطية حين يتم إقفال سندق الاقتراع تتولى كل ولاية ولاية بلجانها الانتخابية على فرض الأصوات في كل مدينة وكل قرية وحملها إلى المراكز المحلية المراكز الخاصة بالولاية هذه المراكز تقوم بعملية الفرز وعملية تنظيم وإعطاء النتائج على المستوى المحلي إلى اللجنة الفيدرالية اللجنة الفيدرالية على المستوى الوطني تم تجميع هذه النتائج ويعلن الفائز وغالبا ما يكون إعلان الفائز قبل ذلك ولكن ضمنيا وليس عمليا وليس تقنيا حيث يقوم هذا الفائز باتصال بالخاسر أو الخاسر يقوم باتصال بالفائز يهنئه وتنتهي العملية إلا أن هذه السنة كما قلتم في التقرير قد تكون المفاجأة قد لا يكون هناك فائز ليلة الانتخابات وقد لا يكون هناك فائز في الليلة الموالية ولا حتى في الأسبوع الذي يليل الانتخابات لماذا؟ لأن ستكون هناك الكثير من الطعون حسب المراقبين أنا شخصيا أتوقع كذلك أن تكون مجموعة من الطعون وهذه الطعون ربما تؤدي إلى تأخير الإعلان عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللهم أقول اللهم إذا كان هناك اكتساح موجة حمراء تكتاح تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية أو موجة تكتاح هذه من عندي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تكون النتائج لكن ثم يصادق عليها ويأتي دور الكونغرس للمصادقة النهائية في 6 يناير وبعد ذلك يسمى الرئيس رئيس عليين محمد سعيد وفي طبعا غدا سنفرد مساحة واسعة طيلة الفترات الإخبارية للتقطية الشاملة للانتخابات الأمريكية طبعا ستكون جزء من هذه التقطية محمد سعيد وفي العالم والخبير في الشأن الأمريكي أشكرك جزيلا شكرا على هذه المشاركة معنا وعلى كل هذه التوضيحات ترجمة نانسي قنقر